بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضا أمام بعجالة أنصح أخواني حول الله تعالى في البشاة الإنسانية وخاصة لأخواني في الإسلام بعجالة إن شاء الله نكون مصدد في خطاء وأن يحصل الظن بالله أنا مع كثرة الهزات والاختلاطات في المفاهيم والتعتيم خاصة الأعلامي الغربي وحتى الشرقي يعني يخلي الإنسان يبدأ في التراجع في حسن ظن بالله كأنه يقول الله تخلى عنه والله قلن أي بعد عنه الله لا يبعد الله هو قريب دائما مظاهر وباطل لكن القرب ليس هو مساف القرب هو أن تكون ربانيا أن تقريب أن تكون تحصل الظن بالله لا تشك في ذلك أبدا وترفض هجومات شيطانية إبليسية من هذا القبيل كيف نجر على الله فأننا نسيء الظن به لا يجوز أبدا وتظنون بالله الظنون حتى تبرغ القلوب الحناجر وتضيق بالدنب ما رحبت لماذا؟ لماذا؟ لأنه حسن الظن ضعفة لهذا أنصح أخواني ربما يتترك سوء الظن بما سوى الله هذا جأس لأنه ما سوى الله قاصر ما سوى الله غير صادق بالتمام وغير قادر بالكمال بحيث ما يهم سوء الظن سوء الظن وحرص أن تكون سيء الظن خاصة مع الأعداء ومع المنافقين أما نكون سيء الظن مع الله فلا ولا ولا لأنه والله كامل أو صاف والله سبحانه وتعالى لا صادق مثله ولا ينبيه كم مثله مثله الخبير سبحانه وتعالى ولذلك كان عهد في القرآن وعقم نثبت تلك الحقيقة فلزم ذلك عرفت فلزم عرفت أن الله لا يقول إلا حقا والله لا يغيب عن شيء والله سبحانه وتعالى غالب على أمره والله يعلم الصر وقف ويعلم خائنة الآية وما تخفي الصدور ويسمع ذبيب النمل وما دون ذلك في اللاكوستيك في علم الصدا وفي علم الأصوات الله يعلم كل شيء ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير بعيد لا بد من حسن الضم بالله الكامل لا بد أن نتأدم مع الله ونستحي منه حق الحياة وكل إنسان دا يقرأ منه الشيطان يظهر عليه سوء الضم بالله ربق قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين ورحمته قريب من المحسنين والله هو أصدق الصادقين وأصدق القائلين وقرآنه كلامه العزيز هل وجدتم فيه التواء أو تناقرا لا والله حاشا لله معاذ الله إذن إذا كان كلامه لا خلل فيه فكيف نشرح لأنفسنا أن نسيء الضم به أي الله إذن كلامه لا يترك إليه شك ولا شوء ظن فكيف بينا أن نسيء السلوك مع الله في أن عيانا وأقوالنا وأفعالنا لا يجوز إذن حسن الضم لا بد منه كرقيزة كبرى في علاقتنا بالله وخلق الله ثم هذا الدوام في الحسن الضم يفرز لنا وينتج لنا تصديق أي نقول كما سيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما يخص عليه الصلاة والمعراج أجاب جواب صديق وذكر في القرآن أنه صديق لأنه صدق بتنزيل وإن لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة لذا حسن الضم إن صدقنا فيه ينتقل بنا إلى درجة التصديق والتصديق يجعل المولى راضي عننا تمام الرضا لأنه مشقوم بأفعال وأقوال مبنية على التصديق نقلي وعقلي ألا يدخل الشك في حساباتنا لا ذبابية في عقولنا أي حساباتنا صحيحة وعقلنا راجح والموضوع هذا يطلب مننا كثير من الوقت لكن أنا أريد أن يكون مختصر كونسي إبريسي ودقيق والتصديق هذا يوصلنا إلى اليقين إذا كان أحنا ولينا من المصدقين لكلام الله ومن المصدقين لوظيفة العقل اللي يطلبون ربنا نعمة من عندي فننتقل إلى اليقين واليقين محروم منه غالب الثقالين عبر التاريخ ولينا يتراهم دائما مهزوزين في عقائدهم ومراجحهم بكل هزيلة بكل ملوثة كل في أكذيب في أباطين بحيث لا يقين عندهم لذلك سخط الله أباطين بالليل والنهار يعني الذي لا يقين عنده كيف تكون حال حسن مع الله مع خالق الخلق مع السيد الأوحد مع الذي له اسمه العسنة وذاته العلية البهية واليقين هذا يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى الحق إذا كان فعلا من تنعمنا بهذا اليقين فنكون من أحباب الله يقينا ومن جند الله حقيقة ويولي سبحانه وتعالى من سد خطانا ويجعل يدنا ضاربة في العمق للباطل وأهل الباطل ظهروا أم اختفوا ويجعل قولنا مسددا ويجعل نظرنا صادقا نافيا وظننا حسنا اتقوا الله وارجعوا إليه لحصني فيه والانتقال من حسني ظن إلى تصديق إلى يقين إلى حضور بين يد الله والسلام على من اتبع الهدى ترجمة نانسي قنقر